فازت مصر ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي بمنطقة أو بمنظمة اليونسكو وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسؤول من إحدى الدول الإفريقية والعربية ويعد الفوز بهذا المنصب تأكيدا لدور مصر الإقليمي والدولي بمنظمة اليونسكو فضلا عن تقديم رؤية متكاملة للحد من المخاطر لموجات التسونامي تجاه شرق البحر المتوسط